والله أخوة القصة التي سنعود لكم معتها كثيرا نظر في فيسبوك في حلقة يبقى لي واحد البوست عن السيدة في مصر قتلت راجلها بطريقة كثيرا وسمعوا القصة بعدها كيف تقدرت لديك البلاء وسمعوا مزيان وركزوا السيدة في مصر كانت مزوجة بواحد السيد السيدة اسمتها هيتم وهي اسمتها نسمة السيدة كانت مزوجة بالهيتم كانوا والدين وليدات وباخير الحياة جميلة وهي سنلوب السيدة تعرف على صديق اسمه هيلال وصوراك زمزين السيدة كان من النوع كان يضرب الحشيش كان يزالي فمتي البواقة او لا يباتي كان دائما يعرض على هذا الهيلال يقول لي جريح انت في الطارة واحد الغلاط المزوجين كان عمرك لا تجيب صحابك لا تشربوا في ديورهم وكذلك يدعي من المزوجة وكان وقلت الرجل وكان يدعوا بالصحاب وكان يزالي وكان يستطيع تعرف وكان يجب أن يكون مهلا كان الأفضل من المزوجة كي يقول مرتو ايه جيف امتي رايحي بيس ان لوب شدو مع ستون خلا ده هيلاتا وهم كله واحد وعقلي ادي ايه واحد نار جاء اخونا قلها واجي تكيفي جنتي ما انا اوه ويقول لها قلها دك هيلال ارا غادي يعجبك وكده اذا صاحب راجلة وهم تكيفي تعجبها الحال ولا تكدي بتاخدها كي رايحوه وما ربع لو كي تكيفي العيبات هادي هادي مهم ولو كي ذهب ايه واش غايت رايحوه وحد النهار المرة باش نردوا الاحداث باش تقوموا معيه في الاحداث الزوجة بسميتها نسمة عندها راجلة اسمته هيتم هاد هيتم عنده صادق ديالو اسمته ويلال بسمعه مزيال هاد موت هيتم اللي هي دوسته الماشكي يقولوا ناضط كانت كتتخاسم ديما مع المرة كتقول لانتي هادي هادي رك عارفو بطايفات الزوجة كتقول لي ديما دي نسمة كتقول راجلة او دي انا بغن عيش دار انا وياك صافعية طلقني 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 ها واحد البلان خورة المرة اللي مقاش كتقول لك طلقني طلقها لا تحطلها كتيري بحالاتك كتيري لداركم هي كتقول لي طلقني تبقاش باغا ولكن مع ذلك هو واحد يبغاك يقول لي دي لا يجيبقى معايا كتيري وقالتك طلقني مرة اللي اقول لي ديك مرة تانية سير داركم سالينة التارة هادي موهم من بعدها تفهموا هوا مشاش غضبات مشات الموهم صافرات عند والدي دي او ديش هاد هيلاز صاحب هاتم كان بحالية عاشر معا كان ولا صديق كده ومشا طالبو طالبو على اساس صديق ديال وقال لي شوف لان مرت يرى مشات عفك طلبه لي باش تراجع وكده ودي وصير نترا فيم ترا سمعيك لحضرات ديال لك وديك شديدين مشا هو عنده احنا اوقع الساقة تبدأ سمعوه مزيان مشا هاد هيلاز عند مرت صاحب باش يصالحهم قل لي ها اواف صافي انتي ها وما دوس وما دوس وش القليل وكده وصافي فمشي طالح وقل لي لق طاف سالين اي سالين هو بحال يفتنه الشيطان وطيف يفتنه الشيطان واصل ان كانت يعجبه كانت يعجبها ديالما صاحب راجع كانت يعجبها بالرئب هو بحال مجي بحالي عاقباد العيبة وتبتها فضل بالله ويقول له صافي منها وهي مطرات واحد العلاقة بيناتهم بحال مدار وممارسة زوجية وممارسة زوجية قلت لي احرامة تشيك نديره ويكون شيء اكد بينه وبينك وما يصر عندهم لك البلانديز الزوج العرفي تزوجها عرفي ولا تعدهم واحد الورقة صافي تزوجها عرفي ولا وعشرين يوم ما كدير ودش ديالما هيتم كعيل صاحب واختنادك يقول لي صافر معي واندر معارا قد نجيبك نقدر اللعبة وMEدى هذلوقت وينقديروا هيتم وينوتا وينوتا رجعتنا يأتي ولكن بشرط قبل أن نقول لكم هذا الشرط لا ننسى تشتركوا الاشتراكات واللايكات واللاعبات وإذا أردوكم بشكل نوع من هذا القصص كتبوا ليفلكم كم من القصة الشرط العجيب الذي أعطيت أخونا هو أنه لا يقسك أخونا لا يقسك أخونا لا يقسك أخونا لا يقسك أخونا هذا هو الشرط الذي ستشرطي ستقل لي لا تقسني لا تقرب لي لا تقوم بمارسة زوجية لا يقسك أخونا أخونا قلت لي كده 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 أه قلت لي عندي شرط واحد وأنك ما تقربش لي أخونا بحو الخوش قال لها ما يمكس وشتي مارتي والعيبات قال لها هذا هو الشرط الذي عندي قابل أو لا قابلش مهم قبل الزعمة بشتك وقال لها ما يمكس مارتي مع الوقت ما ستبغي فون كيكون ناعد أحدها والعيبات كيبغي مارت عليك يقول لي لا تقربش لي هذا الضوء كيبغي مارت عليك أخونا قال لها الشرط الثاني هو أنه هلال يولف حليد نعس وسطنا وهذا المشكلة هو أنه الله يرحمه الله يرحمه أبلا ولكن قابل لها رأسك قابل لها صاحب نعس وسطكم هذا الشرط الذي أعطيته أنه هلال يكون وسط وراجلها وقبل كيبغيها كان يتبغي لها أصبح 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 كلما لك هذه هلال غسط شو لو كي ديرو بالليل كي درجو فبك أخونا لبهم كي تبوقوا مزيان بلحشيش أخونا كي عاس وكيدة ما كي بديمارسو فيها كي مارسو فيها كي مارسو فيها يقول لك أن السيدة كتعود فيني كتكدت زلما إني مشت عنا ولا بوليسو كدا كتعود لهم زلما في الحقيقة جعلت لهم أنا كنت كتت فونتازما اني كان كيمارس علي وكنشوف لي فوجه ونعس تكوين نشو ديالا كانت ديكين نشو ديالا وان كيمارس علي كتب وحد النهار فاقت البنت بنت هم بنت هيتم وهد نسمهم فاقت بشي حان بقيت لي تكيفاش اخونا كين عس وسطكم وشتاو انتا راجل وكدار اما اخونا يدرب لي قال قل ويه ويه يدور علي قال صافي اخونا مقاشي هذا قاشين عسليين لوسطه كده صافي فهمتي بحالي فاعوا بنته هنا نعم بحاجة تحاول الهواء قل ويهر لي ليس لكم نعم بحاجة تحاول ان ذات المناسبة قال صافي على مقاشين والمجهات ومريصي بحاجة Plus والسيطة والسيطة وقد قربوا انتيس الفنطازنون وقربوا إنا لابدها جميعين اخونا advancement وهي عتعرفات. ولكن دابا رحكو مرة بقية الله فهمتي الله دابا في المحاكمة ودك شيء. ولكن دابا الغريف الأمر في النهاية القسطة هذه. لنستخلصوا منها. شوش حويش. للأولا. وأنك عمرك ما تطير شيء حويش في الدار ديالك. تاني حاجة هو أنك ما تطعيش حاجة كتر من حدها. حاجة ما بغيتك شو ما بغيتك شو ما بغيتك شيء يجبك طلقني طلقني ولوحي الزمر. خلي مشي في حالاته. هذين عاودوا نقول هذين ستطل على جسد طورة حمرية وكذا. واحدة تقول لك طلقني كتير مزوج باب. تقول لك طلقني نسيري في حالاتك. صاف. المرة الأولى عرف علاش. ما كاشي سبب لي هو مقنع وكذا. سيري في حالاتك. سيري لدارك. سيلا تلقي السهنة. مع دمان دير بوحدة آنق اللي ما بيغانيش. اللي بغيت طلق مني. سيري. هنجيب واحدة من حسن منك. هنجيب عشرين من حسن منك. ونجري ستفه منك. مع دمان دير بكتير. سيري الله يعاونك. هذي يحطها في دماغك. واحدة بدأت تدار عليك هذا الشيء ولا شيء لعيبة. خرجي عليها. صاف. طلقها بأي حاجة خرجي عليها. سيلينا كرامتك يالولا. هذة كن عرف قيمة راسك دقما كاشي تحفيد الشيء. حيش قبلنا راسودتل. الله يرحمه رهما دابك. ولكن هذي القصة ديش عطينا العبرة. ان الراجل يبقى راجل. مالاخر اعطوا القيمة الروسكم. اعطوا العز الروسكم. مش قابلوش بشي حويش فهمتش اللي مش يومدوك. كرامتكم يالولا. ونتمنى قصة تكون عجباتكم. متساوش بارتاج. متساوش ذلك شيء. مهمش باكل عليكم الله ياما.